اشتابع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في الدوحة برئيس مجلس الشورى القطري أحمد بن عبدالله المحمود وجرى خلال الاجتماع التأكيد على عمق ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تطوير أفاق التعاون خصوصا في الجانب البرلماني وما تشهده الساحة الإقليمية والدولية من تطورات حضر الاجتماع النأب محمد الدلال وسفير الكويت حفيظ العجمي اشتركوا في القناة